السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم السيم اول شيء اللهم نصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد اه اليوم جايب لكم يا طويل الامر مقطع كذا خفيف لطيف اتكلم في عن خمسة اسوأ اشياء في اه كولف ديوتي الجديد بتقدر تقول خربة اللي بتقدر تقول لا طبعا تختلف من شخص لشخص في ممكن اه لم حتوافقني الرأي في اه لم حتقول لك لا والله ممكن هذه اشياء كويسة لي انا اشياء سيئة لي انا على حسب ناس وناس تختلف ولكن هذه الخمسة اشياء اللي متفق عليها غالبا اه طبعا اذا انت كنت جديد في القناة لا تنسى تضغط الزر الاشتراك طبعا اشوف ممكن اكثر من خمسين في المية من المشاهدات عندي من اشخاص غير مشتركين فياريت تضغط زر الاشتراك وتفعل زر التنبيه اه عشان يوصلك الجديد طبعا كل يومين كذا يوم انا نزل المقطع عشان لا نطول في الموضوع خلينا نخش على طول في الموضوع اول شي يا طويل العمر راح اتكلم عن الرقم واحد اللي هو المابات المابات يا طويل العمر طبعا ما ادري هو عشان ما بات فيها يعني كذا حديد حتكلم عنه طبعا اول شي المابات قليلة جدا ما ادري كم معدودة على الايادي وممكن هل في المستقبل حينزلوا مابات هل ما ادري الزباد انه نزلوا اللعبة وهما غير مستعدين لها هذا اول شي مابات جدا قليلة ويعني في منها كثيرة سيعة ما حدي بيلعبها عندك ميامي ماب كبير ماب مادري يصارقينه من بتل فيلد ولا ماني عارف من فين ماب جدا كبير باغلب وسنيبرات يعني بس تطلع كذا ديجيتل نتف ما ادري كيف صراحة ماب ما هو حق ستة ضد ستة هذا ماب جيب فيه خمسين ضد خمس نزل فيه وارزون هذا الماب عارف تخلي بتل رويال عندك ماب ستة لايت يعني في ناس تحب ويناس لا اقلب العالم يطلعوا لك بره في الصحراء هناك يروح يكشت ويحارب هناك الحال ويخيم ويرعى فما ادري كيف انا الحد الان ما بات انا شوفها من اسوأ الاشياء في الشريط يعني وان شاء الله هذه الاشياء كلها قابلة انها ممكن تتحسن هذا يعني انا بتكلم اليوم هذه الاشياء موجودة ممكن كم يوم كم شهر كم سبوء كم سنة ما عاد الله اعلم يسوي تحديد يزبطوا ما ندري في لسه عندهم مابات مخبينة طبعا حيقودوا يعطونا ماب ماب زي الشحاتين حبة حبة ماني عارف كيف يعني نزلوا لعبة كذا مجاهزة يعني الواحد يمل من كم ماب معين عارف يعني ما هو يعني ما هو زي ما تقول متعة ما ما يستمتع الشخص كذا على كم ماب المهم هذا اول شيء يا طويل الامر على المابات وغير كذا كمان في مابات فيها اشجار ذا مدري كارتيل ما تشوف في احد هو خلقه اصلا انت ما تشوفها اللاعب عارف فما بالك يحطولك كذا ما بات ماني عارف كيف ما تشوف وجوة شجر وماني عارف وش يشوفه ما ما ادري والله هذي اول يعني شيء سيء انا اشوفه في اللعبة جدا وخرب اللعبة وممكن ان شاء الله تصلح نجي ثاني شيء يا طويل الامر اللي هو الاس بي ام ام ايش الاس بي ام ام هذا اللي هو بمعنى ما راح يدخلك الا مع ناس يا طويل الامر ابطاله الديجيتل اساطير يعني يحطك مع ناس مثلا انت السكور حقك عالي كاديك عالي ما راح تجي يا حبيبي مع ناس تفل بدين انا ما العب يعني فايند عشان اقعد على الواحد يبيلعب فايند يسترخي يطقطق يلعب بدون سماعات يلعب عارف مروك ما يبقى يقعد يعرق ويشد ويلاقيلك ناس مكمبرين شدين امه وناس يا لطيف امهم ما يضيع عارف مره ناس امهم مصطر هذولي مفروب تحطوهم في بطولة موت وحطوهم في فايند هذا من اسوأ الاشياء اللي انا شفتها يعني خلاص اللي بيلعب كذا مع معرقين اللي بيلعب يدخل تحد يلعب تحد هذه ما في مشكلة نحن ندخل فايند نفلها فهذا الاسكور يعني الماتش ميكينج مره سيئ مره سيئ جدا انا شوفوا من اسوأ الاشياء اضافوا اتكروني بايام ادفانس وورفير ما يلاعبوه كله مع معرقين الف العرق اقولك تشمه من ورا الشاشة طبعا هذا مره من الاشياء السيئة ما تدري ممكن قدامي يتصلح ما يتصلح هذا الله اعلم بس هذا من يعني ثاني شي انا شوفه من اسوأ الحاجات يا طيال الامر بعدها نجي يا حبيبي للسكور ستريكس السكور ستريكس صراحة جدا سيئ ما يسوأ قرش يعني راح متعة كولف ديوتي انك تجمع وتقتل وجيب الستريكات ومن دا الكلام صار الستريك سبيل اي احد جيبه عمد تخدخل قيم اليو افيات ماتو يو افي يو افي يو افي يو افي يعني تلعب بدون غوست ما ما تاكل ما تاكل عيش مره هذا اول شيء يا طيال الامر فيحتاج لك يعني غوست تلعب غوست طول الكلاساتها كلها غوست يعني لازم الكلاسات كلها تحط فيها غوست ولا راح تطفش راح تكره نفسك من كل ما تخش زاوية تلقى اصلا العدو جاهز ما يملك عارف السكور ستريكات جدا سيئة تجي بدون تجميع بسكورات كذا اي واحد يقدر يجيبها وجدا ضعيفة اه تتفجر بسرعة جيبتاك على طول يشيلوه لك ايا بكلاسة الديفولت تحط على الار بي دي الخلاط وتشيلوه قم الطيارة يعني ما ما احس فيها متش اكشالو متعة كبيرة من كول كول اف ديوتي معروف اللي كان يفرقها زمان عن عن لعبة بتال فيلد وعن هذي الالعاب انه فيها نظام الكل ستريك يعني تقوم تخليدي اياه سكور ستريك كذا ما ادري كيف ما هو حلوه عارف مرة ما هو حلوه لازم يعني مثلا شوف ام دبليو ثري كان في هذا النظام اللي هو زي كذا يخلي يحب بها يعني تموت وتكمل جمع ولكن كان كانت احتج لها نقاط اكثر وفيه اللي هو تجيبها بالتجميعات عادية عارف ان تجيبها بكل ستريك انت بنفسك إذا متت خلاص متت النعاد فهذا الافضل انا شوفه وفي ناس ما حتوقفت من الرأي في عالم يعني ما تلعب زي الناس او او زي ما تقول رايح للمنوب بذا الكود انا ستبت جمع تفلت انبسط فانا اشوفه اذا مرة يعني شي سيئ صراحة عني مرة في اللعبة وغير كذا انها مرة ضعيفة ما في اوبشنز ما ادل انا سمعت انه حيجيبوا دوغز حيجيبوا مني عارفين حيقووا بعض الاشياء فالله اعلم يعني بس هذا يعني من الاشياء اللي جدا انا اشوفها سيئة في اللعبة بصفة عامة كلها عارف عندك البو جبت ومو بس البو عفوا الوار مشين هذا الناس كلها تمدح فيه جبت ام الوار مشين يا امي في واحد في زاوية تاكي حاطت فلاك جاكت خمسة طلقات قاعدها ارمي فيها ارمي ورا بعض كدج دج 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 يجيني حق فلاك جاكت فلاك جاكت مو راضي يموت يعني خلصت ام الوار مشين عليه عشان مات فعني اشوفه شي سيئ جدا صراحة بصفة عامة سكور ستريكس وممكن يتحسن في المستقبل والله اعلم يعني هذا انا يعني رأي الخاص فما ادري فيه ناس كثيرة تتفق وناس كثيرة ما تتفق خلينا نخش يا طويل العمر قبل ما اطول معاكم خلاص انا وصلت الاخير خش على هو رابع شيء اللي هو الهد دي تكشن الهد دي تكشن صراحة يعني كيف اقول لك الهد دي تكشن في الماب يعني فيه ايام تدخلها نفس البنك حقك مثلا البنك حقك ستين سبعين تدخل اول هذا القيم يوم تطلق على الواحد تصيب الطلقات وكل شي تحس الهد دي تكشن مرة كويس تدخل قيم ثاني نفس البنك تطلق مهد دي تكشن مهو مو كونسيستن مهو مستمر مزبوط مرة كويس مرة لا مرة فما ادري هذه المشكلة كانت زمان في بلاكوب ستري ما ادري هين اهل حيحلوها هالاشي الوضع الله اعلم بعدين نجي اطوي للعمر اللي هو اه اخر شيء بالنسبة لي انا شوفها الاسلحة جدا سيئة ومملة وما عندك كله كم خيار السلاحي يعني قوي تقدر تستخدمه اي كي والكريق وهذه الاسلحة يعني اشوف الاسلحة النمارة ما ادري كيف ممكن في المستقبل ينزلوا اسلحة جديدة ممكن يحدثوا على ذي عدوا يضعفوا بس الاسلحة مملة اصواتهم مملة حتطفش على طول فا يعني هذي انا شوفها اسوأ خمسة اشياء في اللعبة خربت اللعبة ممكن ان شاء تحسن في المستقبل اه عشان ما اطول عليكم اتمنى انكم استمتعتوا في المقطع اه كان معاكم اخوكم وسيم كالعادة لا تنسونا من اللايك والتعليق والاشتراك والنشر كمان خلونا نحاول نوصل اه ستة الاف مشترك وفي امان الله سلام عليكم